اضيف وفرة من حمض الهيدركلوريك المركز الى عينة من اوكسيد حديد مغناطيسي. يعني في البداية اضيف HCl مركز الى اوكسيد حديد مغناطيسي. ثم قسم المحلول الناتج الى قسمين. اضيف للقسم الاول برادة حديد. قسم الاولاني ضفت له برادة حديد. ثم صودة كوية. اضيف للقسم الثاني محلول حمض الكابريتيك وبرمنجانات بوتاسيا. ثم صودة كوية. وضح بالمعادلات ماذا يحدث. اضيفت حمض الهيدركلوريك مركز العينة من اوكسيد حديد مغناطيسي. قسمت المحلولين. قسم الاول الناتج ضفت له برادة حديد. وبعدين صودة كوية. قسم الثاني ضفت له حمض الكابريتيك مع برمنجانات بوتاسيا ثم صودة كوية. ارسمها لك صودة المضادة. طيب بص خاطتك. ادي عندي انبوفة اختبار فيها اكسيد حديد مغناطيسي. الكلام الطالب لازم يخلي باله. هو بيقول انا هضيف وفرة من حمض الهيدركلوريك مركز. وفرة. وفرة. تمام. يبقى فيه شوية من الحمض هيتفاعل مع اوكسيد الحديد المغناطيسي. وفيه شوية هيفضل معي. كويس. خلاص كده. المحلول ده احنا قسمناه لجزئين. محلولة ليه? لقسمين. القسم الاولان ده هيبقى فيه ايه? ف اي سي ال تو. وفيه ف اي سي ال سري. والتاني برضو ف اي سي ال تو. وهنا ف اي سي ال سري. يعني في كل انبوبة خليط من كلوريد. حديد صناعي وكلوريد صناعي وكلوريد صناعي. الله يفتع عليك. دي الان وقتك اللي عندي. هو بقى بيقول لي ايه? الانبوبة الاولانية دي. هحط فيها الاول برادة حديد. ثم. وبعد لما حط برادة الحديد. هضيف في الخطوة التانية هيدروكسيد سوديون. كويس. الانبوبة التانية هو بيقول لي هضيف برمينجاناب بوتاسيوم. اللي هو الكي. محمدا. محمدا بحمد الكابريتي. خلاص كده. ثم الخطوة التانية هيضيف ايه? سودا كوي. السؤال ده لو الطالب ركز هيلاقي الاكشن كله في الحتة بتاعته الوفرة من حمض الهايدروكولوريك ده. كويس. طيب. طب ده يحل لها ازاي? هاخد القسم الاولاني. اول حاجة عندي. لأ نشرحها بعدين نكتبها السم. نشرحها على الورقة. بالراحة تاني. تمام. لأ انت كده شو لاحطا عزين موبح ايه اللي هيحصل. طيب. انا عندي لما فاعل حمض الهايدروكولوريك المركز مع اكسيد الحديد المغناطيسي هيديني كولوريد حديد اتنين وكولوريد حديد ثلاثة ومية. كويس. خدت المحلول ده واسمته نصين. نص فيها كولوريد حديد اتنين مع بعض يومها اتنين وثلاثة مع بعض وده النص التاني. النص الاولاني اضافت برادة حديد. وبعد كده هالسودا كوي. كويس. النص التاني هضيف برمين جناب بوتاسيوم محمدة ثم برضو سودا كوي. طيب ايه اللي هيحصل عندي. نكتبها كده بقى بالراحة سودا رمضان. فضل. ايه اللي هيحصل. لما ضيف الاول برادة الحديد. ادي الف ايه. هيتفاعل مع الزيادة من حمض الهايدروكولوريد. ما لانه الوفرة. عشان ايه. ايه والله يبقى. كمان. هيديني ايه? هيديني الكولوريد حديد اتنين? في ايه. سي قلته زائد مين? زائد الهايدروجين يتصاعد. يبقى عندي كده ايه? هيدروجين متصاعد. الهايدروجين المتصاعد ده ماله عامل مختزف. هيختزل كولوريد الحديد تلاتة الى كولوريد حديد اتنين. كويس. بقى المحلول كله بقى كولوريد حديد اتنين. انا في الانبوبة الاولانية. الاولانية. انا كل ده متكلم عن الانبوبة الاولانية. يعني احنا هنوبح دلوقتي ان الانبوبة الاولى القسم الاولاني انا ضيفت برادة حديد. برادة الحديد دي اتفعلت مع الباقي من ايه? حمد الهايضوكا اللي لسه ما تفعلش عندي اللي مضمن الوفر فحولت الى كلوريت حديد ايه اتنين سالا هيدروجين الانبوبة لسه فيها كلوريت حديد اتنين وتلاتة تختاز الكلوريت حديد ايه اتنين يبقى الانبوبة دلوقت اصبحت كلها تحتوي على ملتب كلوريت حديد اتنين حط سودا كاوية اطلع راصب لون ابيض مختلف هيدينا هنا في اي سي قلته فلتو اضفلسسودا كاوية هيديني اتنين اني اي سي ال زائد الاف اي او اتش باي تو راسب ابيض ايه ابيض مقدر اعيب الاول راسب ابيض بعد فترة بسيطة من الوقت اتحول الابيض مقدر او اخضر دهد الانبوبة التانية خلاص اللي هم فيهموا الحتة دي ان شاء الله رب العالمين ناخد الانبوبة التانية هو بيقولي في الانبوبة التانية هنضيف برمنجنات بوتاسيوم محمدة بحمض الكابريتين طب انا عندي برمنجنات البوتاسيوم المحمدة بحمض الكابريتين ده عامل مؤكسد هيأكسد لي كولوريد الحديد 2 الى كولوريد حديد 3 بقى المحلول كله بقى F E C L C ما هو انا عندي 2 كولوريد حديد 2 كولوريد حديد 3 لما ضيف برمنجنات البوتاسيوم هيبقى كله كولوريد حديد 3 طب بعد لما ضيف له السودا الكوي مع ال N A O H هيدينا كولوريد صوديوم N A C L زائد F E O H الكل كام 3 يبقى انا عندي الانبوبة الاولانية الحديد هيتفاعل مع حمض الهايدروكلوريك ويتصاعد غاز الهايدروجين غاز الهايدروجين هيختزل كولوريد حديد 3 الى كولوريد حديد 2 كله هيبقى كولوريد حديد 2 يدين راصب ابيض اتحول الى الاخضر او ابيض مقدر احنا كده المراجعة بتاعتنا منصبع على درس الحديد الحديد لسه دي اسئلة كتير جدا بس طالما وصلنا لمركب حديد سنائي وسلاسي تعالوا كده نروح